السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله مرحبا بكم مشاهدين الكرام في فيديو جديد موعد مباراة فرنسا ضد هولندا في يورو 2024 والقنوات الناقلة يواجه المنتخب الفرنسي نظيره الهولندي غدا الجمعة في ليبزي في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكأس امم اوروبا يورو 2024 المقامة في المانيا في ظل شكوك حول مشاركة هدافه كيليان بابي بسبب الاصابة واصيبا بابي في الدقيقة 86 من المباراة التي فاز بها الديوك على النمسا وافد لصفر الاثنين الماضي في الجولة الاولى عندما ارتقى الى كرة عرضية محاولا متابعتها برأسه لكنه استضم بكتف المدافع كياف دنسوي وسقط على الارض وغادر النجم الفرنسي والدماء تسيل من انفه وقال مصدر مقرب منه لاحقا ان انفه مكسور وتدرب منفردا الاربعاء في بدربورن وفي المقابل فازت هولندا في مباراتها الاولى بالبطولة على بولندا 2 لواحد مما يجعل فوز اي من المنتخبين كافيا لضمان تأهله الى ثم نهائي لا سيما ان افضل اربع منتخبات تحل ثالثة في المجموعات الست ستتأهل اضافة الى اصحاب المركزين الاولين وحسب النتائج التي سجلت حتى الان سيضمن اي منتخب تأهله بتحقيقه انتصارين موعد مبارات فرنسا وهولندا والقنوات الناقلة تقام المبارات على ملعب ريدبول ارينا بمدينة ليبزيغ غدا الجمعة الموافقة 21 يونيو ويديرها الحكم الانجليزي انتوني تيلور الذي سيطلق صفارة بدايتها في تمام الثامنة مساء بتوقيت المغرب ويمكن مشاهدة البث المباشر للمبارات عبر قنوات بي ان سيبورتس صاحبة الحقوق الحصرية لبطولة يورو 2024 بالشرق الاوسط وشمال افريقيا على قنواتها اذا اعجبكم محتوى هذا الفيديو لا تدخلوا علينا باعجاباتكم وتعليقاتكم المشجعة ولا تنسوا متابعة قناتنا لمزيد من الاخبار يمكنكم في اي وقت اقتراح مواضيع ترغبون مشاهدتها على القناة شكرا لكم والى فيديو قادم ان شاء الله